نتحول إلى جنوب لبنان وبالتحديد من مرجعيون مع مراسل القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب أحمد تحياتي لك يعني كيف هي الليلة في الجنوب اللبناني نعم تحياتي لك في البداية بالفعل هي ليلة صعبة على الجنوب اللبناني حيث شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعتين الماضيين أكثر من أربعين غارة جوية استهدفت مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني وتحديدا في القطاع الأوسط والقطاع الشرقي للجنوب اللبناني في عمق هذا القطاع وصولا إلى قضاء صيدة علما بأن قضاء صيدة كان بعيدا عن هذه المواجهات والاشتباكات والعدوان الإسرائيلي على مدار الأشهر الماضية ولكن على مدار الساعة الماضية هناك إحدى البلدات في قضاء صيدة تعرضت هذه البلدة إلى أكثر من سمان غارات جوية إسرائيلية متواصلة ومتتالية في أحياء سكنية علما بأن هذه البلدات على مدار الأشهر القليلة الماضية كانت تأوي العديد من النازحين من البلدات الحدودية الجنوبية ولكن هناك استعدادات كبيرة لأن يخرج النازحون القدامى وأهالي هذه البلدة نازحين أيضا إلى مناطق أكثر أمنا في العاصمة بيروت أو في أي من مناطق جبل لبنان أو مناطق محافظة الشمال أو محافظة عكار شمالي لبنان فبالتالي هذا الوضع وهذا العدوان الإسرائيلي متواصل ومستمر وربما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن هناك أكثر من 560 شهيدا جراء هذه الاعتداءات الإسرائيلية وأكثر من ألف وثمانيات مصاب جراء العدوان الإسرائيلي خلال الساعات الأربعة وعشرين الماضية ولكن على ما يبدو أن هذا العدد مرشح للارتفاع بشكل كبير سواء عدد الشهداء أو عدد المصابين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر والمتواصل على المناطق السكنية في الجنوب اللبناني جيش الاحتلال الإسرائيلي وكانه يستنسخ الوضع في قطاع غزة ليكون هو العنوان الرئيسي أو المشهد الرئيسي هنا في الجنوب اللبناني من حيث الاعتداء على المدنيين هناك أكثر من 50 طفلا سقطوا شهداء جراء العدوان الإسرائيلي عدد كبير من النساء ما يقرب من 100 سيدة سقطت أيضا شهيدة جراء هذا العدوان الإسرائيلي عدد كبير من الفرق الطبية والإسعافية التي تم استهدافها بشكل مباشر وليس في بنايات أو من مناطق التي يتم استهدافها كان هناك استهداف مباشر للفرق الطبية كان هناك استهداف لأحياء مدنية وربما المشهد الأكثر صعوبة هو قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مناطق في طريق النازحين من بلدات الجنوب اللبناني إلى العاصمة بيروت مما أدى أيضا إلى سقوط عدد من الضحايا جراء هذه الاستهدافات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعات الماضية أيضا نفى سلسلة من الاعتداءات في البقاع شرقي الدولة اللبنانية أي أن العدوان لم يتوقف على الجنوب فقط ولكن وصل أيضا إلى مناطق البقاع بشكل كبير هناك أيضا أعداد كبيرة من أهالي مناطق في البقاع وبعلبك يبدأوا في الخروج نزوحا من هذه البلدات إلى مناطق أكثر أمنا الدولة اللبنانية حتى الآن جهزت أو حددت ما يقرب من 190 مدرسة لتتحول إلى مراكز لإيواء النازحين في العاصمة بيروت وربما النسبة الأكبر من هذه المدارس في منطقة جبل لبنان بالإضافة أيضا إلى محافظتي الشمال وعكار بالتالي هذا الوضع الإنساني يفرض على الدولة اللبنانية ويفرض على المجتمع اللبناني بشكل كبير حالة صعبة لم يشهدها لبنان من قبل وخصوصا في ظل هذا العدوان غير المسبوك من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجنوب اللبناني نحن الآن في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني قبل دقائق معدودة تعرضت بلدة الخيام التي تقع على مسافة قريبة من هذه النقطة التي نقف فيها إلى غارة جوية إسرائيلية تعرضت أيضا منطقة كسرة العروش في عمق هذه المنطقة التي نقف فيها وصولا إلى محيط مجرى نهر الليطاني إلى سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية العنيفة قبل دقائق ربما هناك أعمدة دخان تتصاعد من هذه المنطقة ولكن الظلام الدامس ربما يحلق على هذه المناطق فيمنع من وصول الوصول إلى هذه المناطق أو ظهور الرؤية بشكل واضح في هذه المناطق وخصوصا أن هذه المناطق ربما كانت قبل أيام معدودة كانت مضيئة وكانت بها حياة ولكنها أصبحت الآن خاوية بسبب عمليات النزوح المستمرة التي خرجت من الجنوب اللبناني نحو مناطق أكثر أمنا ولا تزال عمليات النزوح مستمرة حتى اللحظة